كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وعلم ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تقدمون وإذ كنا للملائكة سيجدون آدم فسجدون إلا إبنس أبا وستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسقل أنت وزوجك الجنة وقلا منها رودا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهففوا بعضكم لبعض العد ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يهتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتنا التي أنعمت عليكم وأوقوا بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلكم شدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي سمنا قليلا وإيايا قد تكون ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الشلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعدلون واستعينوا بالشبر والشلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل وأذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضرتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنجرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعضه وأنتم ظالمون ثم عطونا عنكم من بعض ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون